طيب احنا داخلين على مرحلة اسمها مرحلة انقاذ ما يمكن انقاذه ليه لانه الحقيقة عامل الوقت مش موجود واي حد هيتولى المسئولية عشان يستكمل مشوار منتخب مصر في تصفيات كاس العالم هيجي ما عندوش رفاهية الوقت يعني ما عندوش فكرة انه يدرس ويقرر ويتفرج ويتابع ويختار ويشتغل ويحط بصمة ده هيجي متضر النار هيجي يخش على 4 مطشاط في خلال اقل من 60 يوم ومطلوب منه طبعا يعني ما اعتقد اتحاد الكورة هدفه الاساسي انه يتصدر مجموعة انا مش بكلم تأهل دلوقتي انا بكلم خطوة اولى تتصدر مجموعتك والحقيقة كمان انه المنتخب يعاني يعني احنا المطشن اللي شفناهم وما اعتقدش ان في حد منصف ممكن يقول انه كابتن حسان بدري هو السبب الوحيد في حالة المعاناة دي لا فيه اسباب اسباب تانية كتير الكلام كمان على مين اللي يجي محلي ولا وطني مصري ولا نروح للاجنبي من رياح دماغنا ولو اجنبي ممكن يبقى مين ولو مصري ممكن يبقى مين والاهم من ده كله طب هيشتغل ازاي هنترح ده كله مع حضراتكم وبالتأكيد كمان هنتكلم على فرقاتنا اللي ان شاء الله خلاص رسمي كده اول مباراة عندنا ان شاء الله طالع الجيش سوبر بطولة جديدة ان شاء الله تضاف لخزين ودولاب بطولات النادي الاهلي بشرفنا النهاردة كابتن عبدالله جلال واحد من نجوم طبعا النادي الاهلي مساء خير يا كابتن ننور الدنيا نسعد بيك دايما كابتن عبدالله نسعد بيك دايما نبدأ بالمنتخب لغز كبير فترة صعبة الفترة الاخيرة المعاناة يمكن حسناها مش بس مع تصفيات كاس العالم لكن حتى على الرغم النتائج او الاهداف اتحققت يعني كابتن حسان البدري وصل بالمنتخب بطولة امم افريقيا ونوعا ما نتائجه فيه التصفيات بتاعة كاس العالم مقبولة انك انت تكسب على ارضك وتتعادل برا ارضك من ناحية النتائج كويس لكن كان فيه شواهد كبيرة جدا ومواقف كتيرة جدا بتقول انه مرحلة كابتن حسام كانت كلها معاناة تتطافق مع وجهة النظر ولا ليك وجهة نظر مختلفة بص هو مش يعني هل هي اتفاق ولا هل هي اختلاف هل هي القاسة كلها برضو مش عايزين نتكلم الفترة اللي فاتت عايزين ان كان حصل لغة كبيرة ان فيه ناس مع كابتن حسام وفيه ناس او الاخر اللابية ضد كابتن حسام يعني هو ممكن يكون من ناحية الادارية هو ظلم نفسه بنفسه الفترات اللي كان محتاج فيها ان هو يعمل تجمعات للمنتخب ويعمل حتى مشاركات دولية في حدود معينة هو اصر ان هو يدي راحة للعبة بتاعته دي حاجة الحاجة التانية خلينا نتكلم النتائج زي ما حضرك قلت في تصفيات اللي هي المؤهلة لبطولة افريقيا هو نجح فيها بشكل كبير ولكن الناس دايما كان في الوقت ده بتنتقد الكابتن حسام ان انت الفرق كلها اللي معاك يعتبر مستوى مع احترام الكامل للمنتخبات اللي لابت معاك في التصفيات بتاعت افريقيا او حتى المجموعة الحالية في تصفيات كاس العالم المستوى متدني لحد ما يعني انت المفروض كاسم منتخب مصر المفروض انت تكون ركب المجموعة من بدري يعني بلغة الكورن انت تكون ركب المجموعة من بدري لكن انت دخلت في حوارتي يعني انت مثلا اول ما تشين في تصفيات المؤهلة اللي بتقول لت امه افريقيا تعادلت مع كينيا على ملعبك وتعادلت مع جزر القمر هناك في ملعبه فاصبح ان فيه كلام وفيه كلام كتير محطوط على كابتن حسام البدري وعلى المنتخب بشكل عام في التوقيت ده نضيف على كده ان انت في الوقت ده كمان بتدخل على تصفيات كاس العالم اللي ما كنتش انت محطوط في مصاف الدول الكبيرة تصنيف الاول في افريقيا ان انت محطوط ومرشح انت مش تصنيف اول في افريقيا لا انا بكلف ان انت في الوقت ده مرشح من ضمن الناس المرشحة ان انت تسعد على المجموعة بتاعتك او على راس المجموعة بتاعتك اه تصدر المجموعة بتاعتك يعني ان مصر من العشرة الكبار اللي هيوصروا نوكات ماشي متفق معاك لكن لما تيجي النهاردة تحط الخمس لا لا الخمس لا لا ببناء على النتائج ببناء على النتائج وعلى تصنيفات لا انت متأخر يعني اصد اقول ان في النهاية انت مدرك او القائمين على الامور مدركين انه فرصة مصر فرصة مصر في التقاهل لكاس العالم صعبة مش سهلة مش محسومة مش محسومة صحيح وبالتالي ده مطلوب منه مجهود مضاعف هو الفترة او الفترة الاخيرة او النتائج الاخيرة وبالذات المطش الاخير اداءا ونتيجة خلتك انت كمسؤول لازم اعيد التفكير في الطريقة اللي انا بتعامل بها مع المنتخب البلدي يعني على اساس ان انت دلوقتي انا بتتكلم انا مفروض على الورق على الورق المجموعة بتاعتنا احنا بتتكلم ان انا متصدر فمتصدر ازاي لازم اكسب برا وجوه عشان اثبت ان انا اقدر اكون من ضمن العشرة اللي هم هيلعوا في التصفات النهائية اللي هتوصل لكاس العالم ده ما تحققش في المطش الاخير وبناء على الاداء اللي حصل سواء في المطش انجولا وتكملة اللي في مطش الجابون انا كمسؤول لازم هقلق بلغة الكرة كده هقلق بعندي ايه الامن ان انا لازم اكمل مع الجهاز ده فبالطبيع ان انا هبص على جهاز جديد